انطلقت فعاليات تدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية في مصر وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل بما يدين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومصرح عمليات البحر الأحمر يشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية ولتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين يعتبر التدريب العقبة سبعة من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية والذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنصيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف